فكري مع فكرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا مرحمة بكم في برنامجنا مع القادة العالم كله يتحدث عن المناورات البحرية المصرية الروسية لذلك حديثنا اليوم سيكون تحت عنوان مصر من الإقليمية إلى العالمية الدولة يأم تكون دولة محلية تشتغل وعملها يكون داخل حدودها فقط فهي محلية أو تشتغل في الإقليم وتسمى دولة إقليمية وإذا خرجت من الإقليم تكون دولة عالمية مصر لما تحب تتحرك داخل بحيرة قارون في الفيوم أو داخل قناة السويس الحدود مصرية مصرية يعني الشاطئ الأول والثاني مصرية فحاجة داخلية محلية لما تحب مصر تتحرك داخل البحر الأبيض المتوسط أو داخل البحر الأحمر تحرك يكون إقليميا في الإقليم إنما الجديد والأول مرة في التاريخ مصر تنتقل إلى العالمية المناورات بين الخامس على مستوى العالم في البحرية وهي روسيا وتمتلك 352 قطعة بحرية من مختلف القطع وما بين السادس اللي بعديه مباشرة على مستوى العالم القوى البحرية المصرية وتمتلك 319 قطعة بحرية مختلفة يعني روسيا 352 قطعة مصر 319 قطعة ترتيب روسيا على مستوى العالم في القوى البحرية رقم 5 ترتيب مصر في القوى البحرية على مستوى العالم رقم 6 إنما ترتيب الجيش ككل ترتيبنا رقم 9 نتفوق على تركيا على إسرائيل حتى على إيراد الجديد إن التدريبات البحرية المشتركة بين مصر وبين روسيا في البحر الأسود بجوار إسطنبول بجوار تركيا اللي يلعب مع مصر دايما يخسر يا جماعة أنت لو ما بتراجع من مصر كده وظروف مصر من بعد 67 خارجين تقريبا بلا سلاح أو سلاح يعني ترتيبه بعيد جدا جدا عن الترتيبات العالمية وندخل حرب استنزاف ثم نصر الله سبحانه وتعالى لمصر في 73 وضرب أروع الأمثلة والبطولة والجند المصري ويحمل على كتفه مدفع يضرب به دبابة ما حصلتش في التاريخ انبهر العالم بالعقول المصرية وبالجنود المصريين وغير هذا الأمر أو هذه العقيدة أو هذا القتال أو هذه البطولة عند العالم كله ترتيب الحروب وكيف تكون كانت دايما الحرب معتمدة عسكرية بالقوة قوة تقابل قوة عسكرية فيحدث بينهما قتال بعدما حدث ما حدث في 73 وقف العالم أمام نصر أكتوبر وأخذ قرار أنه يغير التكتيك ويغير اللعبة العالمية تتغير على مستوى العالم بدلا لما تبقى قوة عسكرية مقابل قوة عسكرية وشايفين أن مصر تنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما قيل خط برليف لن يحطمه أحد لن يستطيع أن يأتي خلف خط برليف إلا الشيطان فكانت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى تفعل ما لم يتوقعه أحد على مستوى العالم بدأت تغيير في الحرب من العسكرية من القوة إلى الاقتصادية أصبح العالم يعطي أموالاً لبعض الجيوش حتى يشتري ولاءها أو حتى يضعف من قوتها ورأينا هذا في معنا على الهواء مباشرة سيادة العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي والخبير العسكري السلام عليكم سيادة العقيد السلام عليكم أخبر حضرتك الحمد لله سيادة العقيد حضرتك شايفي إزاي المنورات المصرية الروسية البحرية العالمية بين ترتيب روسيا الخامس وترتيب مصر السادس في البحر الأسود أولاً لتأتي المنورات العسكرية وتعتبر منورة لها السبت والأولى في التاريخ العسكري المصري بتنفيذ منورات بحرية خارج المياه الإقليمية المصرية أو خارج الحدود المياه الدولية الخاصة بجمهورة مصر العربية مما يشير ويؤكد على قدرة مصر وتفاوقها عسكرياً وقدرة القوات البحرية والقوات الجوية على العمل خارج قرابيها والعمل في مسارع عمليات مختلفة وليس أكل قوات المسلحة معتادة على العمل بها ومشير إلى تزاعب مصر وخدرتها العسكرية خلال الثانوات السابقة وحتلالها المركز العاشر عالمياً كخوة عسكرية عظمة في المنطقة الشرق الأوسط تنفذ تدريبات مشتركة مع قوة كبرى مثل دولة روسيا سيادة العقيدة ما هي الرسائل اللي ممكن نستفيد من هذه التدريبات أو نرسلها للعالم أولاً دائماً وإنالك رسالة توجهة قوات المسلحة المصرية دائماً أنها تعمل وتسعى على حفظ الأمن القومي المصري بالتعاون مع أي قوات صديقة الرسالة الأخرى قدرة القوات المسلحة المصرية على العمل في خارج أراضيها أو في خارج نهاية الإقلامية لتأخذ الأمن القومي وبرعاتها في تنفيذ المهام الخاصة بها واستيعابها للتكنولوجيا العسكرية المتفورة واتخدامها لكافة الأسلحة الحديثة فأبراً أو بحراً أو جواً التنفيذ مع كافة الجيوش الكبرى عالمياً سيادة العقيد حينما أتت تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط في الشواطئ الليبية أعتقد لم تتوقع أن تصل مصر إلى حدودها في البحر الأسود بالأكيد لأن دائماً ما كان يروج على الدولة التركية كانت دائماً تروج على أنها زحبت نفوذ وقوة عسكرية تستطيع أن تصل وتفرد ساتراتها وتفشت نفوذها في منطقة البحر المتوسط فيما يحقق مطالحها الخاصة فهو أبداً كان الآن أصبح مختلف بما تنفذ القوات الإنخلحة الحالية أو ما تزمع تنفيذه مستقبلاً سيادة العقيد كده أعتقد إعلان للعالم كله أن مصر ليست محلية ولا حتى إقليمية وصلت إلى العالمية في القوى البحرية ليست في القوى البحرية فقط ولكن القوات المسلحة مثلاً لقوات البحرية جزء من قوات المسلحة المصرية ومشلما ذكرت في بداية مدخلتي أن القوات المسلحة المصرية تحتل المركز العاشر عالميا التاسع سيادة العقيدة أعتقد التاسع وحتى الآن هو العاشر ولكن أعتقد بالفحص والبعث والاستغلال خبرات القتلية أعتقد أنه سوف تتقدم مركز أخرى خلال السنوات الخاتف سيادة العقيدة حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي والخبير العسكري شكراً لحضرتك رسالة إلى العالم من يلعب مع مصر يتحمل حينما أتت تركيا تستعرض بقواها البحرية في شواطئنا وبجوار حدودنا في الشواطئ الليبية لم ولن يخطر على بالها يوماً ما سيصل الجيش المصري إلى حدودها الآن قوى مصر البحرية وهي السادسة على مستوى العالم بالقرب من الشواطئ التركية تعلن القوات المسلحة المصرية أنها الآن عالمية إذا كان ترتيب الجيش المصري رقم 9 على مستوى العالم فإن ترتيب القوى البحرية السادسة على مستوى العالم مصر من الإقليمية إلى العالمية قبل اتصل سيادة العقيد كنت أستعرض معكم تغيير اللعبة العالمية من حرب أو قوى عسكرية إلى قوى اقتصادية وأصبحت أمريكا وشركاؤها وحلفاؤها يستخدمون المال كمد وجذب يشترون من ويبيعون من وتأثير على الجيوش العربية بل على الجيوش العالمية واستمر هذا الأمر إلى أن اتضح أيضاً أن المال لا يؤثر في بعض الدول لأن المال لا يؤثر إلا في إنسان ليس له كرامة الإنسان اللي عنده كرامة ومصر أم الكرامة أم الدنيا أم الشهامة أم البطولات إذا كانت سيطرت أمريكا يوماً ما بالمعونات العسكرية على أمور كثيرة في مصر جاء الضور بعد 2011 أن يختلف الأمر تماماً وأصبح تنويع السلاح ومصادر السلاح أصبحت الآن لا تقف على دولة واحدة الأول كانت أمريكا متحملة أو متحكمة كمان في هذا الأمر الآن أصبح عندها بتعامل مع روسيا تعامل مع فرنسا بتستورد أسلحة من كل دول العالم كيفما تشاء وما تريد أنت فيش حد بتحكم فيك فالمال أصبح قوة أيضاً نفس ما العسكرية رأى العالم إن هي لا تؤتي بثمارها شافوا أيضاً حتى القوى الاقتصادية وبتأسرش راحوا الحاجة اسمها القوى الناعمة القوى الناعمة أن يلبس الحق ثوب الباطل أو يلبس الباطل ثوب الحق أو يستخدم قانون لا يفل الحديث إلا الحديث أو يستخدم قانون الحرب بالوكالة اللي هي العصابات والإرهاب وبدأ تفكيره منصب على مصر ما معنى مصر يا جماعة؟ هو في البداية لما كان الجيش المصري بعد 2011 وحدوث ثورات وتأثير العالم كله بالثورات التي جرت وحدث ما حدث في العراق وحدث ما حدث في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان كان الأصد منه أضعاف الجيش المصري أو حتى تفتيت الجيش المصري والجيش المصري يتدخل في سوريا ويتدخل في اليمن ويتدخل في العراق ويتدخل في ليبيا إلا أن القيادة المصرية كانت من الحكمة اللي يجرها أحد لهذا المستنقع وبدأت القوى المصرية العسكرية تعيدوا بناءها مرة ثانية شراء طائرات، أسطول بحري، عمل معسكرات البحر الأبيض المتوسط يشهد مناورات البحر الأحمر يرى معسكرات قاعدة محمد نجيب تنويع أسلحة العالم كله كان يرى هذا الأمر وكان حتى بعض المصرين يسألوا إيه الأسلحة دي كلها؟ الخارجين من ثورة العالم محتاجين يأكل ويشرب وظن البعض أن هذه الأسلحة لا فائدة منها مرت الأيام وأثبتت القواعد العسكرية المصرية على أرض مصر حتى والتي هي خارج حدود مصر أيضاً قواعد عسكرية نحن بحاجة لها الآن حتى يعلم القاصي والداني قوة مصر خاصةً لما استخدموا النوع الثالث من الحرب وهي حرب القوى الناعمة قنوات فضائية بيتكلموا بالسنة من بلادنا كانوا عايشين حياتنا أصبحوا بحرب مصر بدل ما إسرائيل بدل الدول المعادية لمصر تتكلم عن مصر اختاروا ودعموا ودفعوا لمن يتكلم بلسان المصريين وهو من المصريين لكن مصر ومنه براء أصبحت قنوات فضائية معادية لمصر ويعطونا السمة في العسل ثم بعد ذلك منابر إعلامية كبيرة تحارب مصر الأمر ما ينتيش عند كده لا دخلوا حرب الوكالة الإرهاب والعصابات لو فيه جيش أيّاً كان الجيش يجيلك مواجهةً واجهاً لواك أو مثلما يقال فيستو فيس أتعرف تتعامل معاه إنما الحرب الإرهاب دي صعب على أي دولة يبقى لك بقى اللي حصل مع مصر يجيلك إرهاب من سيناء من ليبيا أثيوبيا وما حدث منها شكوى خلي الشكوى جمعها بس وديني في آخر الهواء اللي وصبحت فبقولي إن مصر حالياً وفتأة حرب من كل الاتجاهات حرب يا كمان يا ريت جيش داخل عندك تعرف تواجهه لا حرب عصابات حرب إرهاب حرب نفسية حروب الجيل الرابع بدأت تسيطر وتحيط بمصر لا أخفيكم سراً إذا قلت لحضراتكم أصعب يوم مر على الجيش المصري بالأدلة وبالإثبات وبمن هم مسؤولين عن الأمر وإن كان هذا الأمر لا يوزع تفصيلياً لأن الأيام القادمة ستكشف عنه تفصيلياً أصعب يوم مرة على مصر هو 1-7-2015 تعالوا تشوف مصر راحت من الإقليمية إلى العالمية إزاي إحنا قلنا بعد انتصار اكتوبر وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية حبوا يسيطروا بالمال والمعونات ما نفعتش حبوا يسيطروا بالحروب الإرهابية من سيناء ومن ليبيا لم يستطيعوا بالعكس داعش سيطرت ونفزت وخططت بمساعدة بني صهيون في العراق وفي سوريا وفي كل مكان لما جات مصر كانت شهادة وفاة داعش على يد المصريين إنها مقبرة الغزاء لما رأى مجتمع دولي أنه لا يستطيع أن يقدر على مصر فكروا في يوم 1-7 وهقول لك اشمعنا 1-7 بالذات المصريين لما احتفلوا بتلاتين ستة دايماً كده بتحصل لنا أزمات في كل الذكرة جميلة عند المصريين تلاقي مثلاً في عشر رمضان يحاول المجتمع الدولي يعمل لك مشكلة داخل البلد حتى لا تحتفل بعشر رمضان منتصار اكتوبر لما تلاقي مثلاً ستة اكتوبر وفي شهر اكتوبر يحصل أزمات كل ده حتى لا يرى الشباب أو أبنائنا ويتذكر نصر اكتوبر المجيد فكان يعمل لك أزمات فاللي حصل 1-7-2015 منورات عسكرية من قوات حفظ السلام برعاية أمريكية برعاية إسرائيلية المجتمع الدولي متفق ان يفصل سيناء عن مصر شفت الكارسة فكان هو ده أصعب يوم وأنا هقول بس كده تلميحاً لا تصريحاً راوي هذا الموقف بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية كان شاهد عيان على هذا الموقف 1-7-2015 إيه اللي حصل المجتمع الدولي الإرهابي عايز يفصل سيناء عن مصر خطتهم ان يخرج البعض بعمل تفجيرات في سيناء على أثر هذا الأمر تدخل قوات حفظ السلام من كل دول العالم بقى جنود من فرنسا من بريطانيا من ألمانيا كل جنود العالم فيقفون حائل ما بين الجيش المصري وما بين سيناء ويرفع عالم ولاية سيناء المخطط المخابرات المصرية جماعة على مر العصور تبدع وتلعب بالعالم لعب ظن العالم ان المخابرات المصرية حينما أعلنت أمريكا ان في أمور عسكرية بتتم وتدريبات عسكرية من قوات حفظ السلام من قوات حفظ السلام لكن قريبة جدا 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 من حدودنا من حدودنا مين أعطيت هون؟ أنا مش عايش شكاوة دوقت حني يا جماعة خلي بس الشكاوة في نهاية الحلقة عشان بس خلص المعلوم فالقوات المصرية المسلحة بعد إلى الحالة الشاملة في سيناء مش انت طالب بتعمل تدريبات عسكرية مشتركة بين قوة دولية ما فيش مشكلة انت عمل عادي احنا كمان عندنا قوة أو الحالة الشاملة في سيناء في نفس الترتيب حينما المجتمع الدولي رأى قوة مصر وربما مصر وصل لها الأمر ومصر تستعد حب يقتف بسرعة ويفصل سيناء عن مصر فكانت المفاجأة في 1-7-2015 كثير من الدبابات تذهب فتضرب الأكمنة المصرية القوات الموجودة في هذا التوقيت لا تتجاوز أربع عربيات فقط لغير أربع الدبابات موجودة داخل عليهم 16 دبابة 16 عربية بكل الأسلحة القوات المصرية هي مش حاضرة في الموقف بعيدة شوية فكان مطلوب من المجموعة الأوليلة 16 بطل المصر دول بس في مقابل العدد الكبير من الإرهاب الدولي يأما يقضي عليهم أو على الأقل يقف قدامهم فترة طويلة إلى أن يأتي الجيش المصري قوات حفظ السلام بتتفرج باستنية بس تحصل منواشات يدخلوا في النص مبيناتهم يفصل سيناء راوي هذه القصة بطل من أبطال القوات المسلحة يحكي لي وعينه تبكي وهو يروي لي ما حدث إحنا أكثر من 16 عربية هما وإحنا فقط أربعة لو ضربنا عربية أصاد عربية دبابة أصاد دبابة هنموت أربعة ويموتونا الأربعة هما متفوقين للثبتناشر فكان القرار المصري اللي اتاخذ من المجموعة الأوليلة الأبطال دول إن كل واحد مننا يضرب اتنين فلما تيجي تضرب ما تركشش على دبابة أو على عربية مقابلة ليك ركز بين الاثنين تضرب اليمين وتضرب الشمال وبالفعل لما حدث هذا الأمر بدأت القوى الإرهابية دي كلها تضرب وابل من النيران على العدد الأولي لل 16 واحد المصري دول فلما حدث هذا الأمر القوات المسلحة المصرية يروي لي هذا المسؤول يقسم بالله كانت الطلقات النيرانية عن يميننا وعن يسارنا ومن فوقنا العجيب لم يصاب أحد من المصريين وكأن الله سبحانه وتعالى أرام في هذا الموقف آية يقول فتحكبنا مش كده وبث لما الإرهابيين رأوا استبات المصري بدأ يتركوا عربياتهم وينزلوا عشان يبعد بعيد عن الفوهة أو الفتحة تبع الدبابة المصرية وينزل تحت فكان المصر ينزل من الدبابة بالسلاح تبعه بول مع النزول وكذا أصيب هو بطلق ناري على أثره فقد زرعه بالكامل وكنت أرى زرعه وأقبل رأسه تحية تقديراً وإجلالاً له ولأمثاله يقول معنا في نفس الضابط أيضاً في نفس المجموعة أصيب في قدمه رأيت هذا ورأيت ذاك وهم يتكلموا لكن الفرح أن نحن مجدين على الأرض أن الله حافظنا مع استراق الوقت وإفنا قدامهم بالمرصاد كانت القوات المصرية أقبلت بجيشها وبقوتها فرأى قوات حفظ السلام ما جرى وما حدث فروا هاربين وسلم الله المصريين شر هذا اليوم 1-7-2015 ما رأيت تفصيلياً لكن قريباً إن شاء الله سوف ترونوا على شاشة التلفاز ماذا جرى وماذا حدث تذكروا هذا اليوم أصعب يوم مر على القوات المصرية المسلحة هو 1-7-2015 بعد فترة طويلة من الإرهاب الدولي الذي حاول من كل اتجاه لكن الله حافظ مصر بحفظه معنا على الهواء مباشرة ألو معلش أنا مش عايز أخد أي شكاوة إلا لما أكون مبعوطة للبرنامج الأول أو عندنا تفصيل بيها أو الشخص نفسه يتكلم على الهواء ويتحمل مسؤوليتها إنما أي شكاوة تيجي وإحنا نعرضها إما صاحب المشكلة نفسه يدخل على الهواء مباشرة للشفافية ويتكلم هو بنفسه أو يبعثني البرنامج ونتواصل نحن مع المسؤولين فأصبحت مصر الآن قوية مش قوية أو بس يا جماعة شرف لكل عربي بل شرف للإنسانية أن تقف مصر هذا الموقف ضد منه ضد قوة الشر جميعها فبدأ العالم يستخدم ضد مصر حروب الجيل الرابع وبدأت الزعزعة تدخل من أسف من بعض المصريين أنا أسأل سؤال بس يا جماعة هو في عاقل يحاول يوقع بلده أنا أعرف إنه واحد ممكن يختلف مع الحاكم يختلف مع وزير يختلف مع مسؤول إنما يضمر بلده مستحيل يكون هذا عنده عقل ولا عنده دير ولا عنده إيمان هو حاجة واحدة بس هو قابض للثمن شاء من شاء أب من أبى السفينة المصرية تعبر إلى بر الأمان تعرفين لي يا جماعة لأن مصر في فضل الله سبحانه وتعالى عمرها ما اعتدت على حد عبر التاريخ حتى لما العراق احتل الكويت كان بإمكان مصر احتل أي دولة هي أخرى ليبيا في وقت ضع فيها السودان في عز أزماته كان بإمكان مصر تسيطر عليها إنما مصر عبر التاريخ لم ولن تتعدى أو تعتدي على أحد لم تتعدى حدودها ولم تعتدي على أحد عشان كده ربنا حافظ مصر سبحانه وتعالى ما بنعتديش على حد ولكن اللي يجي عندنا مش هيخرج من أرضنا مصر بفضل الله سبحانه وتعالى تعرف قدرها والعالم الآن يعرف قدر مصر عشان كده لما جات تركيا تحتكب مصر هو لم ولن يخطر على بالهم إن مصر تستطيع معانا الأستاذ الماجد معني مدير الشؤون القانونية مجلس مدينة مركز طامية محافظة في يوم سلام عليكم أستاذ الماجد عليكم السلام ورحمة الله بركاته تصدى لحضرتك والله طبعا الأول إحنا سعداء بال بأن إحنا نكون يعني متواجدين أو مشاركين مع حضرتك في البرنامج الواسع الانتشار بقى الحقيقة والله يبارك فيك والله مش عارف أبدأ منين يا دكتور رمضان مش عارف بس عشان اختصار للوقت حضرتك حضرتك تشغال في شؤون القانونية آه إنه مدير الشؤون القانونية مدير الشؤون القانونية آه مدير الشؤون القانونية مركز طامية محافظة في يوم تمام إيه المشكلة والله من آآ تعريبا من نهاية 2011 بداية 2012 آآ تعاقبنا في مجلس مدينة طامية كل واحد بمؤهله بآآ حضرتك بتقول مدير الشؤون القانونية انت عاقد ولا مثبت لا ما زلت الحضرواتي متعاقد وأنت مدير الشؤون القانونية ومتعاقد حتى هذه اللحظة أيوا فعلا ما هو ده اللي أنا بقول لسعادتك مش عارف أبدأ منين طيب الكلام ده الكلام ده من 2012 آآ نهاية آآ 2011 بداية 2012 مجموعة مننا آآ حقيقة طبعا انتظرنا في العمل تمام اشتغلنا يعني بما يمليع علينا حقيقة يعني العمل وتقفضيه الظروف إلى أن وصلنا جميعنا فعلا للحضرواتي لدرجة مدير حضرتك بتقول جميعنا وفي حد تاني مع حضرتك آآ احنا مجموعة كبيرة مازلنا بعقود موقتها إلى الآن آآ يعني زي ما تقول حضرتك آآ يعني اكتسبنا خبرات من السابقين المديرين السابقين إلى أن خربوا على المعاش آآ بلغوا سنة التقاعد وخربوا على المعاش فالحقيقة طبعا يعني احنا كنا آآ لحد ما يعني نقدر نحنا نمسك للإدارة آآ التزمنا بالعمل وبقينا مديرين للإدارة آآ ولكن لحضرواتي لسه برضو لم يتم تثبيتنا آآ ومازلنا بعقود موقتة آآ بتنتهي كل سنة بفاصل يوم يعني يعني نتفصل وبعدين نرجع تاني آآ آآ عشان ما تكملش عشان ما تكملش الثلاث سنوات ويجوز لك التثبيت مع أن كان القانون بيدينا الحق ان آآ بعد ثلاث سنوات بعد أول فعقد خلال ثلاث سنوات آآ بتمتنقل على بقية متنين على ثلاثة اللي هي آآ طبعا زي ما تقول حضرتك زي بمسمى عقد مميزة كده ولا حاجة ثلاثة شهور وبعدين بتتسوى وابتاخد الدرجة الوظيفية طب أستاذ ماجد أستاذ ماجد معالش آآ حضرتك بتتقادر نتب شهريا بانتظام برضي دي مشكلة تانية الحقيقة طبعا كمدير انك بتتواجد ساعات أكتر بليك يوميا مسئولية ضغوط معينة بتلتزم مالك يعني ايه القدارة كلها مسئولة منك فطبعا المفروض ببقى فيها حافز فيه آآ مكافأة فيه طبعا حضرتك عارف ان الحوافز والحاجات دي بتبقى على الأساسي مشكلة ان احنا طبعا متسواناش على درجة علشان نبقى على أساسي معين علشان لا انا بسأل الاول الراتب الاول ماش على الحافز الراتب بانتظام ولا لا الراتب طبعا هو هو كان كنا تدرجنا من متين جنيه الى ان وصلنا آآ دلوقتي ستمت جنيه حضرتك مدير الشؤون القانونية و300 جنيه مالفين الحد الأدنى حقيقة وصلنا ل600 جنيه ولكن في 2019 في 1-7-2019 الماضي رئيس الوزراء اصدر قرار بان اللي هو الحد الأدنى من الراتب تقريبا يعادل يعني 1000 جنيه مع 600 وكده بالنسبة للمواهلات العالية الحقيقة بقى ان برضو يعني ايه زي ما تقول دايما المجلس او كده دايما يقول ان مفيش مفيش يعني فلوس كفاية في الصندوق مفيش يعني كده فقعدنا فترات يعني كل بيجمعوا مثلا كل 3-4 شهور خمس شهور لما يبقى فيه ميزانية او نخاطب المحافظة والمحافظة خاطب المالية وتعمل لنا موازنة مالية وحاجات زي كده ويعني موضوع متعب ومرهق قوي مرهق والله يعني المفروض ان احنا خلاص يعني وصلنا لاماكن او كده يعني بقينا جزء لا تدزق من المكان يعني ما ينفعش يتعامل كده وخاصة ان اخذتنا يعني ربنا يبارك فيهم ورحمة الله على من توفى منهم اللي هما كان المديرين السابقين الحقيقة يعني ثابت اعناقنا حدا كبير لدرجة والله ان انا من الناس اليومين اللي فاتوا طلبت اعفة يعني اعفة يعني ما انا مش عارفة يعني برضو محتاج مش عارفة سوي مش عارفة مفيش دخل معين ثابت ان الواحد يقدر ان هو مش عارفة صحية طيب استوز ماجد حذلك لما طلبت اعفة تشتغل فين تبقى لك قديش تقول لك بل 12 شغال تبقى اعمل ايه سنك كم حاليا انا دلوقتي سني 47 كان انا موليد 73 ما شاء الله عز الشباب يعني الله يبركي طيب استوز ماجد اتمنى بس التواصل بعد الهوى اه انا بضم صوت صوت حضرتك وعندنا معالي الدكتور وزير احمد الانصاري وسيادة النائب الدكتور محمد عماد وما شاء الله في الحاجات دي ما بيتأخرش عندنا خالص وبرنامج مع القادة ما صدرش شكوى للدكتور محمد عماد الا بفضل الله سبحانه وتعالى اخذ فيها قرار وطبعا نحاول نتصل على المشوان سياسر جمعة رئيس مجلس المدينة ونعرف منه الدنيا ماشية ازاي ولكن ايضا مع هذه الشكوى فيه شكوى من الشباب والرياضة العاملين بالمدينة الرياضية بدومو الفيوم نفس الشكوى تقريبا بل اسوأ ان هم بقالهم 6 شهور ما خدوش مع عشاتهم فان شاء الله خلال الاسبوع ده ان شاء الله هنوجه مذكرة تفصيلية ببرنامج مع القادة لمعالي الدكتور محمد عماد ومنقشة الامر معه ان شاء الله بنقول يا جماعة مصر خلاص الآن انطلقت من المحلية الاقلامية الى العالمية وفعلا اصبحت مصر خارجية اندوقتي اقوى بكتير من الاول لم تكن مصر بهذا القدر من القوى العسكرية مثل ما هي عليه الآن طيب 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 احنا بالقوة الخارجية دي الجميلة عايزين نكون بنفس القوى الداخلية برضو القوى الداخلية يكون منين يا جماعة نختار صحة في كل حاجة عندنا انتخابات قادمة انا الاول بوجه رسالة شكر وتقدير للشباب اللي هو فعلا اثبت انه لا يستطيع احد ان يشتريهم اقسم بالله الشباب في هذه الانتخابات قبل ما تبدأ اعطوا درسي للقاصي والداني ان ثمنهم غالي ولن يقدر عليه احد عايز تشتري الشباب احترمهم وقدرهم انت ومالك مش هتقدر تشتري الشباب وده اللي انا شفته وده اللي انا حسيته من الشباب وده اللي خلى الناس عاجزة عايزة تشتري الشباب باي تمن بس مش عارفين هو بيشتري الضعفاء بيشتري المساكين بس برضو عشان يا جماعة في ناس كده راحوا الشيخ بيختلفوا نصلي صلاة الترويح جماعة ولا نصليها كل واحد لوحده واختلفوا جمد مع بعض قال لهم ما تصلوش احسن اذا كتت قدي الى خلاف ما نصلهش احسن فاحنا بقول لو كتل الانتخابات تعمل لنا مشكلة مع بعض مش هحسين انتخابات احسن يا جماعة في بينا وبنصلة راحم وكلنا عائلات كلنا مصريين كلنا اقباط مسلمين ومسيحيين فحازين نعبر على اراءنا احترم رأي واحترم رأيك ومع العلم كمان برضو الموضوع مهوش بنفس الحماس اللي انت متخيله ما احترامل كل النواب اللي عدوا عملوا اين ما عملوش حاجة واللي جايين ماش يفروع عنهم كتير يعني افضل من كل ده بقى الشباب يتجمعوا ويخلكم يد واحدة زي ما علمتوا الناس والله ايا كانت نتكتل الانتخابات اللي جاية الشباب هو المنتصر الشباب هو اللي فايز بما اثبت للعالم لا اول مرة نسمع الشباب يعلو صوته محدش يشترينا لا للمال السياسي لا لما يجري على ارض مصر درس قاسي لاصحاب رؤوس الاموال اللي هم حاولوا بكل القوى ان هم يشتروا الشباب وما ادروش فبنقول ده شيء جميل جدا جدا الرئيس لما يخرج ويقول لك اختار صح انا بقول مصر بتتغير البرلمان القادم انا وجهة نظري ممكن اكون مخطئ مش هيفرق كتير عن البرلمان اللي عده والبرلمان بتاع عشرين خمسة وعشرين يعني يكون افضل بنسبة خمسين في المية برلمان عشرين تلاتين هي البداية الحقيقية الشباب اهدوا الناس ما تختلفش مع اي حد عشان انتخابات ادي صدق للي انت عايزه احترم الكل خليها ديمقراطية خليها احترم اوعى تنسى ان بيننا وبين بعض نسب بيننا وبين بعض صلة راحم احنا كلنا كمصريين عايزين الصالح العام بس ربما انا بختلف في تعبيري عن تعبيرك خلي بتعبيرك فيه ما فيه من الاحترام من التهذيب نفس الشيء برضو الاطراف الاخرى طراعي الشباب والله ما هتقدر تشتريهم ولن هتسيطر عليهم الا بالكلمة الحلوة والجلس معاهم والشباب هم مستقبل يا جماعة ما احترمي لأي نقب سابق او اي نقب جاي هي اليام اللي جاي ايام مين ما هي ايام الشباب فاحترم الشباب دو وقت حاليا عشان الشباب يقدرك مستقبلا هم الشباب هم اللي هيسيطروا الفترة اللي جاية الشباب هو اللي هيقود ان شاء الله شباب اليوم هم قادة المستقبل انا شفت بقى قرى وهضر بمثال بقريتي قرية سيلة الكل اخذ درس ان قرية سيلة الشباب عندهم محدش هيشتريهم بالعكس كل يتعاوز رضى الشباب لما شاب اعلن ان لا للمال السياسي لن يشترين احد يفعل ما يفعل لن يسيطر علينا الا العقل والمصلحة العامة ولما تلاقي الناس دي كلها مش قادر على الشباب فاحنا بدقين دولة كويس جدا جدا فبقول يا جماعة تعال نعوك كده مع بعض والبرلمان السابق مش هيفركتين على البرلمان القادم انت ممكن مع الشباب كده تتوصل مع المسئولين انت ليه تخلي فيه واحد بينك وبين المسئول النائب مش هيمر على كل قرية النائب هيعمل ايه؟ هيخلي ليه مسئول في كل قرية المسئول ده ما احترامي ليهم ربما هو السبب اللي عمل مشكلة ما بين النائب وبين القرية فنصحتي للنواب اتوصلوا انتم مباشرة مع الناس اوعى تخلي حد وسط بينك وبين الناس وبقول ايضا للشباب اوعى تخلوا وسط بينكم وبين المسئول ايا كان هذا المسئول انتم بنفسكم بكل ادب بكل احترام بكل تقدير طول لرئيس مجلس المدينة لرئيس الوحدة المحلية لمأمور المركز لزبط المباحث ايا كانوا يطلحوا بكل ادب و بكل احترام اطلب طلبتك المشروعة خلاص يا جماعة العصر تغير وتقدر تعبر كان زمان الواحد مننا لما يجي اتكلم مع امامه في اي حاجة اسكت اتكلم مع امامه في اي حاجة يعني نسكت خلاص لما كان يجي اي نائب قديم عند مسئول البلد عند كبير العيلة ويدلوا كلمة انتهى الامر خلصت تعالى ده وقت حاليا الاب مبسيطرش على ابنه ودي ظاهرة صحية جميلة جدا جدا فبنقول بقى الخلاف الكبير اوي اوي ده لا ناخده بقى بالعقل كده اولا احنا بنقول احنا بنحب مصر اه بنحب مصر كلنا عايزين المصلحة العامة اه كلنا عايزين المصلحة العامة حتى اللي بيعبر بطريقة هو مش عارف يعبر بها صح هو عايز المصلحة العامة تم تيجي نحط قاعدة كده نتعامل بشرف ونتعامل بشفافية ونقول اي واحد يصل ايا كان نقول له مبروك وما تكبرنيش ان انا هدي صوت المين او المشلمين اه يا عمي شرح لي شارك قول لي اعمل كذا اقول لك حتى لو انت اكبرتني انا لما هروح هناك في حد يمسك ايدي مستحيل خلاص يا عمي رأي ربنا سبحانه وتعالى واختار كل واحد مننا يا جماعة يبص المصلحة بلده مصلحة بلدك فين خليك معاها انما انت مريء من قومك اوعى تخرج عن البلد وتعادي البلد مهما كان الامر اقول لك على حاجة اععد معاهم حتى هم لو فهمين خطأ كلمهم بالادب كلمهم بالاحترام كلمهم باللين كلمهم بالود ان النهاردة مكلمش في ايدك بكرة هيكونوا في ايدك الشباب كلها دو وقت حاليا بتلتف حول اي انسان بيقول لهم كلمة حلوة لي يا جماعة الشباب محروم الشباب الفترة اللى حدد دي كلها محدش كان بيسمع ليهم الشباب مكانش معبر عن رأيه الانتخابات دي مختلفة تماما تماما انا اعتقد فيه سياسيين هيخرجوا من الساحة بسبب انهم خسروا الشباب وفيه سياسيين هيخرجوا ارضا من الساحة بسبب ان معرفوش يقدروا البلاد او ظن ان الانتخابات لسه بدري من خمس سنوات لما نجح انسى وهرجع لهم بعد خمس سنوات يا يكونوا نسيوا اللى كان عمره في الانتخابات اللى عدت 15 سنة حالياً أصبح 20 سنة شاف سيادة النائب مجاش بلده شاف سيادة النائب مقدمش حاجة لبلده شاف سيادة النائب بيتعامل مع ناس معينة وسيب بقى البلد فأخذ على خاطر وهو اللي يروح يدي سلطة دهوقت حالياً فبنقولي يا جماعة الفتر اللي جاي دي هنفضل على قلب رجل واحد ومصر إن شاء الله قادمة مشاهدين الكرام فاصل ثم نرجع مرة ثانية مشاهدين الكرام أنا مرحب بكم مرة ثانية بعد الفاصل بنتكلم عن مصر من الإقليمية إلى العالمية وشوفنا التطور اللي حصل في القوات العسكرية المصرية على المستوى العام وعلى المستوى البحري خاصة وتدريباتها التي تجري بإذن الله بين مصر وروسيا في البحر الأسود رسال إلى العالم كله وقلنا زي ما كنا أقوياء وأصبحنا أقوياء خارجيين عايزين يكون أقوياء داخلية هنكون أقوياء بالمعاملة الطيبة بيننا وبن بعض الانتخابات القادمة تقربنا من بعض ما تبعدناش عن بعض معانا أسامة من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أسامة زا حدثك يا فاندن الحمد لله بخير ألا سلمك في بداية كلام إن شاء الله بحب أشكر البرنامج بحب أشكر البرنامج وقامين على البرنامج لسرعة استجابتهم من شكوتنا وتصاعدها للمسؤولين أي شكوى؟ في حضرتك شكوى عبارة عن موضوع التصالح حضرتك تمام موضوع التصالح ده حضرتك أنا من منطقة شعبية من الفيوم تسمى أحافة تمام منطقة دي حضرتك متساوية بمناطق تانية راقية في التسعيرة تمام تسعير التصالح فزائر التسعيرة يعني المنطقة نفسها شعبية الزي تستوي بمناطق راقية وزيادة عنها كمان يعني أحافة دي تسعيرتها موجودة حاليا عند السيدة المعارضة مية واثناشر ونص لسعر المتر الشارع ستة متر تمام في حين أنه في مناطق تانية راقية خمسة وسبعين المتر وخمسين المتر فاحنا بنشد السيدة المحافظة أنه يبص لمنطقة شعبية زي أحافة نظرة تانية ويخفض لنا زينا زي المناطق التانية إن شاء الله سامة شكر لحلقك وصوتك يوصل إن شاء الله للسيد محافظة في يوم وللأمانة محافظة في يوم في خلال الفترة الأخيرة دي عمل كذا حاجة كويسة دولة رئيس الوزراء نزل القرى كلها خمسين جنيه المدينة أحيانا بعض المدن فيها منظات عشوائية ما تختلفش كتير جدا عن القرى جماعة لازم ينظر إليها ولا تعامل مثل المدينة والشوارع الرئيسية في المدينة ممكن محل في الشوارع الرئيسية بيتأجر في الشهر بسبعين ألف جنيه وأنا أعرف في يوم أماكن تؤجر بسبعين ألف جنيه في الأماكن دي ما يتعدش لتومتر بعمل جنيه الساكن برضو الخدمات اللي بتقدم في منطقة غير المنطقة لابد أن يراع هذا الأمر الحاجة التانية مش بيقولوا إنه يدفعوا لألف واحد فكله محافظة عشان الانتخابات تفين وأي أساس بتختروهم طيب مش بيقولوا إنه البيت سبعين متر مش هيدفع لا ده أكتر ما يقول لك إنه حتى الألف اللي هما يدفعوها دي بيدوروا على البيت اللي هو سبعين متر اللي هو تكلفته أقل حاجة يعني لا تذكر ويدفعوا للنوعية دي فالمبلغ كله ويبقى شوء إعلامي فقط لغير ويدفعوا مبالغ بسيطة جدا جدا إحنا بقولوا يا جماعة شيء جميل جدا إنه يتكافل وكرمه ما يدفعش شيء جميل جدا جدا زو الإحتاجات الخاصة والأيتام الغير قادرين ما يدفعوش شيء جميل جدا جدا يتم استثناء بالكلية البتل سبعين ثمانين متر يستثنى شيء جميل جدا جدا لما نميز الحياة الشعبية وتكون أقل من المدن لازم ينظر لهذه الأمور إحنا بنقول مصر قوية خارجيا عايزين من مصر قوية داخليا قوية داخليا الانتخابات القادمة خلينا نقرب من بعض قوي وما نخسرش بعض أيا كان يا جماعة ما نخسرش بعض أبدا وكمان الشباب يتم احتواءهم من السادة الناخبين أولا أعرف أن الشباب مش عارف تشتريهم الشباب لهم طريقة تانية ودخلة تانية خالص أنك تكبر به وتقدره عشان يقدرك بعض القرى وبعد البلدان رمانة ميزان أوعى تنساها واللي نسيها أوخد الدرس وعرف إمتي البلاد دي وإمتي الناس اللي كنتش أنت بتفكر أنك هتحتاجهم في يوم من الأيام جيه اليوم وأنت راجع لهم تاني هوم فالأمر ايه بنراحة بقى كده مع بعض نعيد أوراقنا ونقول بنتعامل مع الكل بحب وبحترام وبتقدير ومصر إن شاء الله قادمة ومصر من الإقليمية إلى العالمية في كل شيء الفترة الأولى بنينا جيش قوي وأصبعت لنا كلمة عالمية الفترة الجاية نبني شباب قوي ويبقى عندنا مجلس برلماني قوي عنده فكر عنده مصلحة العامة أهم شيء لا يشتري الناس بأموالهم لكن يشتري الناس بحبهم إلا أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته